في أرقام فاقت التوقعات ووصفت بغير المسبوقة احتشد أكثر من مليون وسبعمائة ألف مواطن تركي في التجمع الذي دعا إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمطار أتا ترك في إسطنبول عدد المحتشدين أعلن عنه الرئيس التركي بشكل رسمي خلال لقائه مناصريه مشيرا إلى ما أوردته بعض الصحف والمجلات الغربية ودعوتها النخبة التركي لعدم التصويت حيث أكد أردوغان أن الحضور الكثيفة لمناصرية رد واضح وقوي على هذه الصحف أردوغان طالب المحتشدين بأن يكون الرد أقوى خلال الانتخابات التي ستجري في الرابع عشر من الشهر الحالي مستعرضا ما أنجزه حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال السنوات العشرين الماضية من التعليم إلى الصحة والبنى التحتية والتطوير العمراني والصناعات الحربية والنقل والزراعة والدبلوماسية والعدل والأمن إضافة إلى مضاعفة الدخل القومي في البلاد أكثر من ثلاثة أضعاف ليتخطى الحد الأدنى للأجور حاجز أربعمائة دولار لم يكتفي الرئيس التركي بما سبق بل وعد موظفي القطاع العام بتحسين رواتبهم خلال الشهر تموز المقبل وإضافة حصة رفاهية إلى جانب فرق التضخم على معاشاتهم مشيرا إلى أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي ستعلن عن مخرجات اجتماعها مع النقابات يوم غد الثلاثة بهذا الخصوص تركيا على موعد إذن في الرابع عشر من الشهر الجاري مع استحقاقات برلمانية ورئاسية أبرز المتنافسين عليها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وكمال قشدار أغلو المدعوم من معظم أحزاب المعارضة في انتخابات لا يمكن التنبؤ بنتائجها في ظل التحديات الاقتصادية التي عانت منها تركيا والإقبال غير المسبوق بحسب أرقام رسمية لناخب الخارج وبحسب اللجة العليا للانتخابات فإن عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم تجاوز 64 مليون ناخب